اللي يشتغل يلاقيه واللي عايز يغير الواقع مش محتاج تصريحات لكن محتاج شغل ايه حكاية المشروع المصري اللي قاله بشكل البلد والاقتصاد وازاي مصر دخلت وسط الكبار هتعرفوا تفاصيل كتيرة في الفيديو ده فاكرين اول حاجة بدأ بيها سيسي وليتو الاولى ايوة هي الطرق والمحاور الجديدة والكباري وفاكرين ازاي اهل الشر كانوا بيتريقوا على حجم المشروع عبضي وعلى الكباري وعلى تطوير الطرق وكل يوم بيثبت انه اعظم مشروع بنية تحتية في مصر وهو اللي اسس للجمهورية الجديدة ولولا ما كانش حد هيجي يشتغل عندك ويستثمر في بلد نص طرق بتاعتها مكسرة طب ليه بنتكلم عن الطرق والمحاور المرورية النهاردة والانفاق اللي عملها السيسي مؤشر طرق ده اللي حضرتك ممكن ما تاخدش بالك منه ده مؤشر مهم جدا للمستثمرين الاجانب والعرب يعني لما ترتيبك العالمي يكون في اخر قيمة الدول من حيث جودة الطرق مفيش حد عيغامر ويجي عندك لكن لما يكون تصنيفك متقدم جدا في جودة الطرق والسلامة والنقل فده اشارة للمستثمرين ان البلد دي فيها بنية تحتية قوية تقدر تستوعب اي استثمرات كما بالك بشبكة الطرق حديثة وصلت اجماليتها لتلاتين الف كيلو متر اتعملت واتطورت في زمن قياسي جدا وضيف عليها المواني وخطوط التجارة الدولية ولو ما تعرفش فيه تقرير دولي بيظهر كل سنة عن حالة شبكة الطرق في كل دول العالم بيطلع بيه تصنيف وزي ما قلنا تصنيف ده بينور للمستثمرين والشركات العالمية عن مدى تطور البنية التحتية في كل بلد طب ايه اللي في التقرير ده يهم مصر التقرير الدولي الاخير الخاص بحالة وجودة الطرق 2024 صدر وعمل قيمة مستقلة لأفضل شبكات الطرق في 50 دولة وفقا لمؤشر جودة الطرق العالمي عام 2024 جد فيه على الترتيب سنغافورة، هولندا، سويسرا، اليابان، الامارات، كوريا الجنوبية، البرتغال، لوكسنبرغ، قطر، فرنسا، النمسا، الصين، الدنمارك، عمان، السعودية، نامبيا، أسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، والسويد، وكرواتيا، وألمانيا، وأستراليا، واندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وفنلندا، وكندا، ودول تانية شايف ترتيب مصر ووصل لفين في مؤشر جودة الطرق في المركز 18 عالميا، وقبل مين؟ قبل الولايات المتحدة، وألمانيا، وأستراليا، وماليزيا، وقبل 31 دولة متقدمة، وده معجزة لأنه معناها أن مصر قفزت 100 مركز مرة واحدة في جودة الطرق، وده اللي أكده مجلس الوزراء ضيف على كده أن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بلغت 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وده يؤدي لزيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8% علشان تبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم لعام 2014، وتم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليار جنيه من إجمالي 10.000 كم مستهدف تطويرها بنتمنى كل الخير لإقتصاد المصري في الأيام والسنين الجاية، أنا أشكت أشرف، وإلى اللقاء أبدو البنوك